بناء على معلومات وردت إلى مصالحنا بفرقة الشرطة القضائية بأن دائرة مشرية أمن ولاية النعامة مفادها قيام شخص في العقد الثاني من عمره بتخزين كمية من المؤثرة العقلية بمزيل العائلة قصدة ترويجها بالوسط الحضري لمدينة المشرية استغلالا لهذه المعلومة تم استخدار إذن بالتفتيش مسك المشتبه فيه الذي كانت نتائجه إيجابية حيث مكنت العملية من حجز كمية المؤثرة العقلية يقدر عددها الإجمالي ب2094 قرص مهلوس من نوع بريقابالين طروات صون ميليغرام كانت مخبأة بإحكام داخل منزله مع توقيف المشتبه فيه تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة الاختصاص لدى محكمة المشرية